في النتائج الأمنية الملموسة على الأرض كان لوزير الداخلية عبدالأمير الشمري سبقه في الشارع العراقي بتغيير نمط ساد عرفه في البلاد منذ سنوات سابقة حيث اتخذ الشمري على عاتقه أن يكون ميدانيا بامتياز نهج اتبعه بحسب خبراء ومراقبين وقد حقق منجزات وطنية أمنية كبيرة نقل الملف الأمني في ست مدن عراقية في عهد الشمري كان نتاج ثمرات قطفها العراقيون كذلك ما يحسب في قائمة إنجازات وزارة الداخلية سيما مع تعهد وزيرها هذا العام أن يكون أكثر قصوة على عصابات المخدرات وإنجاز ملف التعاون مع الأردن وسوريا ولبنان والذي عقد مؤخرا بعد استسلة من الخطوات الأمنية للحماية من مخاطر تلك الآفة الحديث لم يقف عند حد الإنجازات وحدها بل جاءت التقارير الدولية وأخرها تقرير غالوب الذي كشف عن أن 82% من العراقيين يثقون بشرطتهم المحلية استطلاع بوادر الاستقرار بالعراق في منطقة مضطربة جاء بعد منجزات كبيرة على صعود أثبتت فيها وزارة الداخلية في عهد وزيرها الشمري أن نوايا الرجل الوطني وأفعاله الميدانية سيمة مع خطة جمع السلاح من أيدي المواطنين وضبط أمن الحدود في وسط البلاد وجنوبها خصوصا وإنجاز افتتاح جدار سمنتي عازل على الحدود الغربية للبلاد بطول 160 كم لينهي معاناة سنوات من قضية الانفلات على الحدود في انتصار لمعركة يخوضها العراق مع عناصر ارهابية وسلاح منفلت نحو استقرار منتظر منذ زمن